رد ناري من والدة احمد الساقة على مها احمد كنبارس فشلة اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي هو النجوم لو اول مرة بتشوفي القناة ما تنساش تشترك في القناة وطفع الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكمنت وشيف علاقة نادي الساقة والدة الفنان المصري احمد الساقة على مشهور الفنان المصرية مها احمد الذي هجمت فيه فنانين من زملاء فلوسة الفن دون ذكر اسمائهما وتبين انها تقصد الفنان احمد الساقة والفنان امير قرارة وكتبت نادي الساقة عبر حسابها على فيسبوك على الاصل دور كنبارس فشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم تبحث عن الشهرة بطريقة بزيئة واضفت مهما حاولت يا كنبارس ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين وان طلع لعيب من اهل لعيب ما يبقى شعيب وكانت الفنانة مها احمد فتحت النار على فنانين مشهورين من زملاءها فلوسة الفن وهجمتهم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لكنها لم تذكر اسمائه اولئي الفنانين بار ذكرت انهم شاركوا في دراما رمضان هذا العام بداية القصة عندما وجهت مها احمد صباح امس رسالة شديدة اللهجة الى اشخاص من الوسط الفني لم تسميهم موضحة انها تعرضت لمواقف محرجة منهم وشبهت احدهم بالنضل مشيرة الى ان اثنين من هؤلاء الفنانين شاركوا سويا في مسرسل عيد خلال شهر رمضان 2021 وكتبت معها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك عودي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما تصدم في اشخاص الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بالنوتة لسه قلب بقى تمثيل ودتهم على افاهم وركبت عليهم الى ان اصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهم راضين رغم ان طول عمرهم ما بيعملوش كده مع اي زميلة لهم اقربها انا اضافت النجم الاولاني بيني وبينه عيش وملح وزميلة رشحت في مسلسل بطلته وكان بيقنعني بدور ولما وفقت بعتولي دور تاني معرفوش دور ما تعملوش واحدة مقتدئة المفروض انه عارف امتي الفنية وعارف اني اضافة له اتهرب مني وموقفش جنبي وبعني رغم ان الكل عارف ان زي اخته نجل وتبعت قائلة التاني كان في بدايته يتمنى يسلم علي ويقول لي يا استاذة نزلت من نفسي وقلت له مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة رد وقال لي الدور بينادي صاحبه طبعا محك الكوش قدي ايه ندمت نفسي وعشت اسود ايام حياتي عياته اكتئاب وقلت عوض عليك يا رب واستكملت تمر الايام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض بهم سلسل واحد على عينهم طبعا ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وتلعوا كمان ما بيقروش اللي بيمثلوه وربنا يركب عليهم بالنوتة سنقولة تمثيل وخبرة ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصلاحها وهم مخدمتية للأستاذة واختتما يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يقفر تمثيل يلي ما بتقروش يقوم برس جنب النجمة نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيشوا ملح بلاش تتشطروا على أستاذتكم عوضنا على الله يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لنا وردت فاطمة شاكوكة الفنان أحمد السقع عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك واجهة حديثها لمها أحمد الكلام ده موجه ليك يا أستاذة بدل ما تبدلي تمسحي لدي كل شوية أبهرتيني يا مهة بأخلاق أكل عالية وبإنك افتكرت العشو الملح اللي كلتيه في البيت بتاع الفنان اللي مش عارفة تقولي اسمه بس عارفتي تقولي عليه نادل اللي هو أحمد السقع بس أنا بقولك قدام الناس قطع لسان أي حد يقول عليه كده لأنه راجل أكرمك ووقف جنبك انت شو مجدي بدل المرة ألف وأضافت أمير قرارة برضو راجل كده ومحترم لللي ما يعرفوش في البوست بتاعك معرفش إيه الفرص اللي كانت عندك اللي كان يتمنى يشتغل معاك فيها زمان بس هو أي حد يتمنى يشتغل معا دلوقت أكيد وكلمة الدور بينادي ساحبه دي بتاعت أفلام ما بتتقلش في الحقيقة كيفية دراما وتشويه لناس وتبعت شكوكة السقف رضاها لبها أحمد وبعدين هم كممثلين مش مطالبين يقفوا جنبك ولا يجبورك أدوار على فكرة دي رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج الحقيقة أنا مش عارفة انت عايزة إيه أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللي انت قلتش عليها مجر كمية الحقد والسواد والشماتة اللي كانوا متدريين وورا بتسامة كدابة ما عرفش انت زي كنت تدخلي بيوتنا الصراحة وانت ست وحشة كده واختتمنت ناسيت أقول لك السب والتطول ده بيدل على الأصل وإحنا بقى أولاد ناس مع إننا عندنا كلام كتير قوي اشتركوا في القناة